الحجة اقامة الدليل. الحجة اقامة الدليل. عشان انا احتج على فلان اي اقيم علي الدليل او اقيم علي الدليل. دي الحجة. الو. الو تفضل. الو. اتفضل. شوانك يا شيعة. شوانك يا شيعة. تمام والله بخير حين الحمد لله. الحمد لله. شيعة. انا شيعة. طب تفضل. اه شيعة. يعني احنا موضوع الامام المهدي. ناس يتبعه ناس ما يتبعه. بعض الشيعة يعني يتبعه ما يتبعه. واسعنا اقروات اهم. مثل يعني نقدر مطرحة اذا ما يمكن. يعني مثلا ما رأيك من يفترع على نبي الله بالكده. ما رأيك. ما رأيك ايه? البشر. من يجذب على نبي الله او يتهم نبي الله. من يجذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ان من يخترع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم. اقدر اسأل هسة? اسأل هسة. انت بترمي مقدمة عشان تسأل فاسأل. اسأل. مو انا مقول لا يعني كل منك انزعاجي. لا سؤال مو اجابك. لا 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 عادي عادي. لا بفضل الله ما بنحمل همه من الاسئلة. تفضل. سيخ مو انا المهم اكون انا ويارك على طول اتواصح. عده يظل بقلبك عليها حقك. تفضل تفضل. يعني بقلبك عليها اوكي. يعني البناطني يكون ان شاء الله الاحترام. اوكي? اوكي تفضل. اوكي. شيخ ما رأيك النبي الله يذهب الى الصلاة وهو مجنب. وهو ايه? وهو مجنب. معلش وهو ايه? مجنب. مجنب? وردت في الكتب عندك. وهو على جنابه نعم. وردت في الكتب عندك. لا لا عندك. زيان ما رأيك يذكرها العراي في ان الرسول يشرب الخمر او يهدف الخمر. وردتها عندك يا باشا تنكرها لو ما تنكرها لو لا عندك. انا جاء اسي لك ما حكم. يا باشا معلش يعني دلوقتي تنكرها ام لا? عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم. النبي صلى الله عليه وسلم ساهف الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نساء فيه في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا بمعصوم. ولكن في نفس الوقت عندنا نفس الاحاديث اللي حفظتك تكلم فيها موجودة وصحيحة في كتب الشيعة. آيت التطهير بحق من نزلت. آيت ايه? آيت التطهير اذا عندك انت ما معصوم كيف ان النبي يخطأ ويكون لنا قدوة. اولا اولا ما عليش واحدة 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 اولا قبل ما كيفة قبل كيفة قبل كيفة هل بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ وتم تصويبه في القرآن ام لا القصة هنا القصة مش كيف وكيف ولماذا واحدة واحدة عايز تفهم مش عايز تفهم حقفل عليك الخطة هنا قصة هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ مثلا في القرآن او هناك ايات جاءت بان النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ والله عز وجل صوبه في القرآن ام لا هنا قصة اين خطأ اين خطأ اقول لك انا ممكن تفتح معايا سورة العم رد لا حضرتك لا معلش افتح معايا عشان احنا دلوقتي في حوار علمي اقرأ افتح معايا اكتب كده في جوجل ليس لك من الامر شيء تمام اية مية تمانية وعشرين في عميران فلا لگم معايا мало الامران شكتب شقول اي شكول اي مية تمانية وعشرين فايل عمران اية مية تمانية وعشرين فايل عمران ايه مية تمانية وعشرين فألي عمران مية وثمانية وعشرين اوكي تفسير هنا طلع لي لاحظة ممكن اقرأها التشيخ لا حضرتك يقرأها لي كده لو سمحت طلع لي قال تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم ايه الاية ايوة او يعذبهم فانهم ظالمون والله ما في السماوات وما في الارض يخفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور الرحيم ما ايه الاية يعني الحمد لله رب يعني انه يوصل ماشي ممكن حضرتك تقولي الاية دي نزلت ازاي ولا ليه بس هو الله قول اننا نرسلنا اقرأ يا باشا سيبك بقى يا باشا خلينا ناس علميين خلينا ناس علميين دلوقتي سيبك من وليد اسماعيل وسلف وهابي وصاحب البخاري ومسلم سيبك من الكلام ده سيبك دلوقتي لو واحد واحد ما عليش دلوقتي واحد واحد لو جالك واحد ملحد دلوقتي لو جالك واحد ملحد وقالك لو سمحت قراري الاية مية امين وعشرين امت انت حضرتك تفضلت زي ما تفضلت دلوقتي وقرأت له الاية مية امين وعشرين قالك لو سمحت هي الاية دي نزلت ليه نزلت ليه فانت اللي انت هتعملوله ايه هتقول البخاري قال ولا مسلم قال ولا انت وهابي اصل النبي على خلق عظيم اصل النبي لا يا باشي المفروض ان انت بتروح لتفسيرك وتقرأ له الاية صح كده ولا بصح ماشي شن هي شرح الاية اجميل اوي النبي صلى الله عليه وسلم في احد الغزوات لما كسرت رباعياته في غزوة احد فام النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كيف يفلح قوم نالوا من نبيهم يعني معناه ايه معناه ان انتو لن تفلحوا لن تفلحوا فالله عز وجل رد عليه وقال له ايه ليس لك من الامر شيء يعني يا محمد ليس لك من الامر شيء يتوب عليهم ما يتوبش عليهم يعزبهم ما يعزبهم شيء ليس لك من الامر شيء هذا في كتب الشيعة لو في كتب بخاري لا ده في بخاري الشيعة بص افتح كده معايا افتح معايا كده لا 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 بس لحظة شيخ شيخ ولي الشيخ انك فاضل استادنا استاد استاد وليد هذا التفسير اللي تفسرته في كتبك او في كتبك ده تفسير التبراسي حنمشي تفسير تفسير حنمشي تفسير تفسير بس دلوقتي انا عرضت على الشاشة تفسير التبراسي تمام تمام اهو يا سيدي يعني هذا وردك الفخار مصري اسمعني بس كيف يفلح قوم نالوا هذا من نبيهم ده تفسير ايه تفسير ايه تفسير ايه تفسير ايه مو مشكلة هنا تفسير التبراسي اسمعني بس اسمعني نروح على تفسير علي ابن ابراهيم قموا ونشوف قال ايه في الكلام ده قال ايه في الكلام ده يحمل بس كل الشيخنا كل شيء العرض على قول لا كل شيء ياخذ ويرد هنا تصويب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم تصويب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم تصويب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا النبي اخطأ ام لم يخطئ ما هل ما متابع ها يعني من اخطاء ولم يخل يا باشا بصي انا بقول لك انا عايز لك الحق والله عشان ما يجيش واحد ملحد بتلاتة شلم ما يجيش واحد ملحد اسمعني بس عشان ما يجيش واحد ملحد بريال واخد لي بالك واحد ملحد بريال ولا بجنيه ولا بدينار يوقعك في مشكلة انت بشتعرف تحلها شيخ شيخ طين ما جاء نتكلم انا ما جاء يتكلم يعني لا ممكن اذا اسمحت لي اسمح لي اتكلم اتفضل اتمنى يعني دخلين اكمل المقطع لاندي شيخ نال من قلت لك اكو رغايات لو اتعد البخار ومسلم يعني اذا اجي مسيح وقرض ان الرغايات ما يعترف حتى بالله حتى الدين محمد ما يعترف يعني اين بمع خمر اين بي بس باشا احنا مش هزوم مظلميات احنا مش بتتكلم في مظلميات دلوقتي لو جالك واحد ملحد وقال لك لو سمحت يا استاذ حسن او علي مش عارف انت اسمك ايه او ابو حسن ابو علي ايا كان اسمك قال لك لو سمحت ملحد تفتح معا القرآن قال لك كده الواحد ملحد ده وطبيعي جدا واحد نصراني واحد ملحد واحد يهودي واحد لديني ام جاي كده وقفك في الكلية وقفك في الشارع وقفك في اي حتة قبلك على الانترنت وقال لك لو سمحت روح للآية 128 من صورة قال العمران قلت له طيب حاضر وانت بقى ايه راجل ايه يعني مشاء الله داخل بقلب جامل قمت جاي فتح له 128 قال لك الآية بتقول ليس لك من الامر شيء ممكن حضرتك تقول لي في من نزلت وكيف نزلت ممكن انت بقى هترد على الملحد ده تقول له ايه هترد على الملحد تقول له ايه سيخ ممكن سيخ ممكن الله يعاطب نبي محمد مثل ما عاطب نبي موسى مثل ما عاطب واي من الانبياء بس مو من الممكن ان يقول نبي ياتب ياباش انا ما اكلمسكش دلوقتي ممكن ولا مش ممكن ياباش ارد عليا انت بتروحو بعيد ليه انا دلوقتي واحد ملحد سألك عن هاذية شاكرين من ناكبش نلتقي ان شاء الله في آية تانية بازن الله تعالى المعلومة وصلت يعني فمش لازم ادخل في جدال كتير وعقيم على الفاضل الحمد لله المعلومة وصلت